بسم الله الرحمن الرحيم اليوم إن شاء الله حنستكمل الكورس اللي بدأنا فيما يتعلق بالسيزميك ديزاين بروفيجينز حسب الكود الأمريكي الاسCE722 طبعا المحاضرة تبعت اليوم إن شاء الله هي استكمال لمحاضرة المرة الماضية اللي اتكلمنا فيها عن تصميم الكوليكترز والوول سلاب كونيكشن طبعا كالعادة بنحب نجاوب على الاستفسارات والمهم في هذه المحاضرة هي صراحة الاستفسارات اللي موجودة هون طبعا اليوم الإشي الإضافة إن السفسارات هاي معظمها أنا اللي وضعتها يمكن فيه سؤال أو سؤالين كانوا من الزملاء طيب السفسار الأول هل في عندي أنا الشيتس أو سبريد شيتس في السيرس آي ممكن يتساعدني في تصميم العناصر الإنشائية طبعا موجود حستعرضهم الآن طيب كيف بنحسب التيفي والسيفي إذا كان حديد الكوليكترز خارج سماكة الجدار الخرساني وكيف أحسب الكابلينج مومنت الأم إي الناتج عن الإكسنترسيتي طيب لما أنا بعمل سيكشن كتب يعندي أنا إشي يسموه الريزالتنت كوردينيشن شو المقصود فيها تمام طيب لما أنا بحسب الكورد رينفورسمنت إشي المسافة اللي بوزع فيها الحديد هل يوجد VU ماكس أو ماكسيموم شير كابسيتي للقطاع ديفرام طيب كيف بتم تطبيق الأورسترنكس فاكتور في حالة الكوليكتر علما أنه هذا السؤال تم الإجابة عنه في المحاضرة السابقة طيب هل إذا أنا في عندي الكوليكتر مش بتعرض لتنشن وكمبرشن الجزء الكومبرشن هل مطلوب فيه يعني حديد كانت أشبه بالكولومز طيب في أحد المحاضرات الكولومز كانت الست موديفيري لها ببوينت سري فايف عندما أنه الكود المفروض يعطيني بوينت سيفن حنتكلم عن هاي النقطة طيب إذا أنا حسبت التورشينال الرجوليتي ريشيو وطلع أقل من 1.2 بهاي الحالة هل بقدر أحكي إنه ما في عندي التورشينال الرجوليتي في المنشأ في حالة البازمانت وولز ليش إحنا بنفضل تخفيض الست موديفيرز على القيم العالية طيب هل إذا كان في عندي أنا وولز أو جدران خرسانية بربندكولر على اتجاه التحميل هل ممكن اتقاوم الكورد فورسز طيب لما أنا بحس بالشيير فريكشن هل أستخدم الييلد سترينغ 460 أو 420 طيب لما يكون في عندي أنا بوديو مسلاب كيف ممكن أوجد لترانسفير فورس بلص الانيرشيال فورس أو الترانسفير فورس بلص ال FBX اللي هو الديفرام ديزاين فورس عند هذا المنسوب طيب في البداية بنسبة لل CRSI sheets بصراحة فيه كذا sheets لكل عنصر إنشائي أنا هستعرض واحدة منهم هاي عبارة عن sheet طبعا موجودة الجنسخ المودي أعتقد فقط hard copy مش موجود soft copy بعطيك أول شي units requirements بعطيك بنفس ترتيب التصميم هذا طبعا الشي اللي أنا بعرضها الآن هي تتعلق بال day from بعطيك requirements لل day from بالترتيب هنا collector هنا connections تمام طبعا هاي collector reinforcement حتى في حالة seismic design category D معطيك بعض requirements من chapter 18 برضو من chapter 18 زي ما احنا ملاحظين طبعا احنا في عندنا sheet ل columns intermediate moment frame ل flat slab للعناصر الغير زلزالية او gravity elements فموجود هذا sheet على الموقع الرسمي لل CRSI واعتقد انه بس تشتري sheet بيعطوك معها sheet excel ممكن تستخدمها في التصميم طيب resultant coordination in section cut طبعا الاسئلة الباقية هيتم اجابتها في السلايدات التالية resultant المقصود فيها انه اذا كان في عندك انت لو افترضنا هذا السقف البسيط طبعا معمول run خلينا نظهر force f11 انا هون كنت بطبق طبعا day from force لعلى wind طيب طبعا هادي عبارة 15 في 15 تمام لما انت بترسم section cut انا بدي ها مثلا في الوسط خلينا ارسم section cut اول اشي في الوسط يعني سبعة ونص المفروض على global x تكون عندي سبعة ونص لانه طول البلطة كلها خمستاشر متر تمام الامر الامر الثاني الامر الثاني هو انا برضو عند ال globe هسا لما انا بعمل refresh هو بيعدلي section cut وصار في الوسط طبعا هو انا المفروض 90 درجة ليش لانو حكينا دايما ال reference line عندي x axis فانا لو كنت parallel مع x هاي بتكون صفر عامودي على x اذا 90 درجة تمام ال level طبعا هاي اللي بحكي عن resultant force location and angle اللي هو هذا section cut ال resultant force هتكون عندي انا وين في الوسط طب انا اذا في الوسط اذا هذة الاحداثيات برضو لازم تكون كم سبعة ونص احيانا بيكون الفروقات بسيط جدا يعني على فكرة هسا بالنسبة ل global وفرض resultant تكون في الوسط اذا انت رسم تقريبا من البداية الى النهاية بدون اي زواعد في section cut ممكن تأخذ هذا force زائد هذا force تقسيم اثنين اي سوري هذا coordination تجمعهم مع بعض طبعا هون تجمع عندي انا 16 7 5 هينجمع لها point 3 اي سوري تطرح منها point 3 وتقسم على 2 واللي رقم بيطلع معك هو هيكون global y طبعا هذا في حالة انت رسمت من البداية للنهاية بدون ما يكون عندك زوائد وبتعمل refresh وبهاي الحال بتقدر توجد moment mz والsheer force على اتجاه local access 1 فأنا دائما بضبط section cut line coordination والresultant force coordination وهنا global على z3 اذا انا على ارتفاع 3 وزي ما احنا ملاحظين هون على ارتفاع 3 طيب set modifier الcolumns هسا حسب الكود الامريكي set modifier اللي موجود في الكود هي fluctuar set modifiers 0.7 i22 i33 لكن التortional set modifier احنا بنخفض 0.7 كتراية الاولى لكن ممكن توصلها الى 0.1 على ان لا تقل اذا كان compatibility اذا كان compatibility torsion يجب ان لا تقل عن minimum اللي هو tcrack حتى لو حطيت هذا 0.1 للtortion لازم تتأكد من design value انها ما قلت عن minimum لان الكود اعطاك minimum وفي محاضرة كاملة تكلمت فيها عن redistribution شو السببب ان الكود حط 3 shult الان الان اذا انت كانت الكولومز عندك في المشروع هي gravity elements المفروض يكون عندي انا 2 model model الاساسي لتصميم الكورز والوولز بفرض الset modifier للكولومز 0.001 كاني انا ما بدي اي مساهم من الكولومز لمقاومة seismic بزشير طيب الموديل الاخر الموديل الكولومز بتكون في الset modifier اللي بتكون 0.7 لكن هذا الموديل فقط بتم تصميم الاعمال على gravity loads ليش لانه انت لو خفضت الset modifier في الموديل الاساسي لل.001 حتى الunbalanced moment الناتج عن gravity loads ممكن ما يتم اخذه بعين الاعتبار وهذا المومنت مهم جدا وممكن يكون العمود safe لكن في الحقيقة unsafe طبعا اذا كنت في seismic design category d حتى لو انت الاعمال دي كانت gravity columns حكي ان لازم ندرس deformation compatibility وكنا شرحنا هاي النقطة 1.2 هل انا بقدر احكي انه ما عندي tortional irregularity طيب لو احنا رجعنا الى table 12 31 اللي تكلمنا فيه عن horizontal irregularities الكود بحكي لك اعطاك طريقتين لتدقيق tortional irregularity احنا دائما نستخدم الطريقة السهلة اللي هي TIR اذا تجاوز 1.2 خلاص حكينا في عنا table 12 31 اعطيك additional requirements اذا كانت القيم اكبر من 1.2 اكبر من 1.4 الان الملاحظة هاي المهمة اللي بحكي عن هنا بحكي لك ال requirements المطلوبة لل TIR اكبر من 1.2 هي نفسها برضو مطلوبة اذا كانت TIR اقل او يساوي 1.2 اذا تحقق الشرط الثاني يعني بمعنى اذا انت ما في عندي tortional irregularity لازم اروح انا على lateral strength ratio واتأكد انه ما في عندي طابق lateral strength لها اقل من 75% من الطابق الذي يليه طبعا هذا ال check صراحة مش straightforward لكن بس حبيت انوح انه اذا كانت TIR اقل من 1.2 لازم تروح تعمل انت check الاول طيب اه الان نكمل الاسئلة الثانية لانه كل واحد نحطه بمجموعة من السلايدات طيب الان لما انا بحسب الكورد reinforcement اللي حكينا عنها بنحسبها من المومنت Z او المومنت الكود سمح لك ال effective distance اللي توزع فيها الحديد يجب ان لا تتجاوز ربع طول ال day from الموازن الفورس يعني لو الفورس بهذا الشكل اتجاه ال y في هذا الجزء انا باخذ ال H 2 على 4 هون طبعا اخذت ال H وانا على 4 لانه دبس ل day from كان اقل طب هل في عندي معادلة ل الماكسيمم مش احنا حكينا لما يكون في عندي فتحات لازم اشيك الشير strength ل day from في عندي برضو معادلة بتعطيني الماكسيمم ultimate shear force اذا انا تجاوزت هذا المت لازم اكبر سماكة القطاع او ازيد ال fc prime طبعا هون ما اعطيك حتى المت على الجذر ال fc prime طيب لما انت بتحسب الشير friction reinforcement كان في عنا خطأ احنا في المحاضرة السابقة وانا وانا براجع في المحاضرة انتبهت له انه احنا بنحسب الشير friction reinforcement كنا بنستخدم yield strength للحديد 460 في حين انه الكود الامريكي لم الزمك بانه اذا انت بتحسب الشير friction reinforcement يجب ان لا يزيد القيم الحسابية عن 420 ميجا باسكال يعني حتى لو المشروع فعليا الحديد اللي فيه 460 القيم الحسابية اللي انت هتستخدمها في calculation هي 420 في حالة الشير friction طيب كيف بدنا نحسب ال tv وال cv هنريد المثال اللي كان في المحاضرة الماضي لكن بتفاصيل اكثر واتمنى انه يكون فعلا هذا الموضوع مفيد وانا يعني اعلم بشكل يعني اكيد انه هذا الموضوع مهم جدا لجمع المهندسين وحنستخدم طبعا conservative way الان لو ذاكري احنا لما اجينا بدنا ندرس ال collector حكينا في عندي collector هون وهون وهون هون تمام بس انا اخترت الجدار اللي كانت عليه ال قيمة كيف اوجدنا هاي القيمة ووجدت هذا الفورس طبعا الان المفروض انا اش اعمل فعليا ارسم الشير دياجرام لهذا الديافرام واخذ قطاع قبل الجدار والقيمة الشير اللي قبل الجدار اقسمها على طول الديافرام ككل منقوصة منه الفتحة واخذ section cut بعد الول هذا ووجد الشير فورس اللي في الديافرام واقسمها على طول الديافرام ككل باللون الاصفر واللي باللون الورنج هذا المفروض اجمعهم طبعا انا بشان ما ادخل في هاي الغلبة انا خلاص مش انا في عندي شير الرياكشن اللي على الجدار النفس هذا اقصر نتيجة اللي عندي انا رح شو عملت قسمت على اقصر مسافية يعني بدل ما اقسمها على الديافرام كطول كطول بالكامل لا قسمت على طول الديافرام منقوصا منه السبعة متر الفتحة يعني تسعة وثلاثين ناقص السبعة فكأني انا اوجدت الماكسيموم شير انتنسيتي فبالتالي الماكسيموم شير انتنسيتي اللي في الكوليكتر مش انا في عندي هون كوليكتر ايش بتساوي الرياكشن مقسوما على تسعة وثلاثين متر ناقص السبعة يعني كأني اخدت المسافة الاقل فعطين اعطتني شير انتنسيتي اعلى ما للم حكيت لك في المراجع انت لأ هتشوف بحسب لك شير انتنسيتي في الورنج وفي اليالو بيجمعهم لكن القيم اللي انا حسبتها بنسبة تسعة وثلاثين في المية هي اعلى من القيم اللي موجود في المانيوال الكالكوليشن طيب الان حسبنا الشير انتنسيتي اللي هي هاي الخطوة الاولى اللي هي نفسها في السلايد السابق تمام وعطتني 76 كنيوتر على المتر الان ايش بدي اعمل انا بدي ارسم الشير دياجرام للكوليكتر الان المفروض انا نظريا مش انا عندي هنا فرضت انه الشير انتنسيتي في الكوليكتر 76 لما باجي عندي الشير انتنسيتي اللي في الجدار ايش بتساوي بجيب انا الفورس اللي في الجدار الريهير ري اكشن وبقسمها ع طول الجدار بعطين الشير انتنسيتي اللي في الجدار اللي هي 200 واربعة طيب اذا هون انا في عندي 200 واربعة لو افترضنا انه الفورس بهذا الدياريكشن بهذا الدياريكشن اذا الشير انتنسيتي اللي في الكوليكتر هتكون باتجاه البلوس اكس لكن الرياكشن في اتجاه الول بتكون بالمينس فانا هون اخدت النت طرحت الشير انتنسيتي اللي في الجدار ناقص الشير انتنسيتي اللي في الديفرام في خلال مسافة الجدار نفسه او الاتصال ما بين الجدار وما بين الديفرام طيب المفروض أنه كيف أوجد مخطط التنشن والكمبرشن للكولكتر أخذ المساحات الآن طول كامل الديفرام 39 متر الجدار نفسه كم 12 متر تقريبا ف39 ناقص 12 تقسيم 2 يعطيني إيش الطول هذا هذا الطول لو ضربته في الشير انتنسيتي اللي في الديفرام يعطيني أقصى قيم التنشن موجودة في الكولكتر هي 1034 طبعا نحن افترضنا أنه الفورس بهذا الديفرام فبالتالي هذا الجزء بتعرض لكمبرشن هذا الجزء بتعرض لتنشن المفروض أنه هاي القيمة اللي طلعت لو طرحت منها مش أعطط لي بوزيتف طب لو طرحت منها مساحة المئة وسبعة وعشرين فاصل السبعة في طول الجدار المفروض أن تنزلني على القيمة معينة بديش أحكي ماينس 1034 على قيمة معينة وهاي القيمة المعينة خليني نسميها اكس لو جمعت لها المساحة تحت تحت الشير انتنسيتي للمسافة المتبقية من الديفرام وفروض ترجعنا للصفر لكن للأسف هون الكمبيتابيليت مش هتحصل معك ليش؟ لأنه لو ذاكرين احنا أصلا ايش أخذنا؟ أخذنا الشير ري اكشن وقسمناه على المسافة المنقوصة فبالتالي انت ما تتوقع أنه حيكون في عندك هون يعني ما حيرجع عندك الديجرام للزيرو زيرو فبالتالي كونه احنا بنحكي عن conservative approximate approach خلص انت احسب هذا الجزء لوحده وهذا الجزء لوحده تمام؟ هذا بيعطيك compression على ال collector وهذا بيعطيك tension لكن هون طلعت القيم متساوية ليش؟ لأنه الجزء هذا كطول هو نفس الجزء هذا كطول وهون الشير انتنسيتي اصلا كنا افترضناها uniform على كامل الديفرام لكن الصح المفروض ايش اعمل انا؟ اخذ مساحة الشير في اول جزء بتعطيني رقم tension اطرح منه الشير انتنسيتي اللي في الجدار بتنزلني برجع بجمع عليها الشير انتنسيتي اللي في الجزء المتبقي في الديفرام برجع اكفل المفروض زيرو زيرو لكن هون انا حكيت لك انا بستخدم conservative approach وبراكتيكال اكثر بصراحة طيب اذا احنا وجدنا كم اقصى tension في الكلكتر واقصى compression في الكلكتر زي ما حكينا هون tension compression diagram is not matching with the area under the shear diagram because of the approximate approach انه هاي طريقة تقريبية الان حكينا لما اجي انا بدي اصمم الكلكتر على tension force والcompression force هون بوقف الاسي اي البند اتناش عشر اثنين واحد بحكي لك لما بدك تصمم الكلكتر بتوخذ ثلاث قوة وشرحناها في المحاضرة السابقة لانه ممكن هاي القيمة تصعدها انت احنا هون ما حيكون في تصعيد ليش لانه اللي كانت للتصميم هي الاف بي مينيمم والاف بي مينو مطالب منك الكوت تضروبها في الرو ايه الرو احنا عنا واحد ليش لانه seismic design category للمشروع كان عبارة عن سي تمام فبالتالي حنبقي قيم tension والcompression كما هي طبعا برجع بحكي لك المفروض حسابات الديفرام تكون مدموجة مع حسابات لكن احنا حكينا يعني هذا الاشي شوي صعب ممكن لكن عمليا انه ممكن اعمل احسب الديفرام واجمعه مع الديفرام رينفورسمنت طب الان ايش بدي اعمل kick transfer رينفورسمنت between the day from and the collector انا بدي احسب الشير رفريكشن رينفورسمنت اللي بينقل الفورس من الديفرام للكوليكتر شايفين اللي في اللون الاخضر هاي عبارة عن الشير انتنسيتي اللي في الديفرام بدي انقلها للكوليكتر تمام طب النقل الكوت بيطلو عن طريق الشير فريكشن اول سؤال بسأله هل الديفرام والكوليكتر تم صبهم في نفس الوقت منولوثيك ولا لا طبعا هون اصلا الكوليكتر هو جزء من الديفرام فاكيد تم صبه كقطعة واحدة فبالتالي معامل الاحتكاك كم عندي هون بتساوي 1.4 طب الشير فريكشن ايش بيساوي الشير انتنسيتي حسبناها هاي سابقان اللي هي ستة وسبعين فاصل ستة هايها تمام مضروب في الالف لتحويل الوحدات فقط مقسوما على الفايل هي للشير فريكشن رينفورسمنت مضروب في الاميو وهو معامل مهم جدا احنا هون في حالتنا 1.4 لانه تم صب الديفرام والكوليكتر مع بعض مضروب في الشير فريكشن ايساوي في الييلد سترينكس للشير فريكشن رينفورسمنت وهاي كان الخطأ في المحاضرة السابقة احنا هون كنا وضعنا 460 لكن هي 420 فانا فعليا كل متر محتاج مية وثلاثة وسبعين ملي متر مربع هذا حديد المفروض يربط الديفرام بالكوليكتر ويحقق الديفلوبينت لينكث كم يعني؟ يعني تقريبا محتاج انا سيخين في 12 ملي 12 ملي كول متر هل لازم اضيفهم؟ طبعا لا ليش؟ لانه هون في الاسلابة اللي عنا كان في عندي شبكتين حديد يعني يا بتكون شغال الشبكة العلوية شغال الشبكة السفلية في معظم القطاعات فانا خليني افترض انه الشبكة العلوية هي اللي بتقاوم من نيجاتيف مومنت هون والشبكة السفلية ما عليها نومينال فورس عالية فبالتالي هفترض انه الشبكة السفلية لانه اكيد طبعا سلابة زي هيك مينموم انت عندك 5 في 12 في المتر فبتغطي هاي القيمة فبالتالي المين بوتوم مش كان بي كوفر ديس اباونت فرينفورسمنت طيب الان بدي اشيك لترانسفير رينفورسمنت ما بين الديفرام والفيرتيكال وول ما بين الديفرام والجدار الان انا حدرس الديفرام مع الجدار وليس الديفرام مع الكوليكتر تمام طبعا المفروض ان اخذ قطاع عند وجه الاسلاب ومره عند التوب وحكينا هاي سابقا ومره عند البوتوم بصراحة الكونترول عادة او الكونترول هو عند البوتوم طبعا هون افترضنا انه الكونستركشن ميثود هي كونستركشن ميثود 1 شو المقصود فيها يعني انا صبيت الجدار الخرساني توقفت بعد هيك البلاطة بعد هيك كملت الجدار فبالتالي في عندي فاصل صب هون اذا هون الميو او معامل الاحتكاك مش 1.4 هون بيكون 1 او 0.6 انا هون افترضت 1 بافترض انه تم تحقيق خشون للسطح زي ما هو طالب الكود الامريكي وطبعا اليلد سترينكس 420 هون بدك تنتبه الشير انتنسيتي هي نفس الشير انتنسيتي اللي في الجدار اللي هي عبارة عن 2452 مقصوما على طول الجدار ككل فانا هاي قيمة الشير بدي انقلها عن طريق الشير فريكشن فلما حسبت الشير فريكشن انفرسمنت كما اعطاني 6.12 طب 6.12 كيف ترتيبهم كلاتي الان الشبكة السفلية كانت في المشروع 5.12 في المتر تمام على سبيل المثال وانا اللي طالبه لنا طبعا انا عندي شبكة علوية وسفلية فحبترض انه الشبكة السفلية هي شير فريكشن رينفورسمنت طب انا محتاج سيخ اضافي هاي السيخ الاضافي انا ضفته انا في عندي سيخ اضافي فاي 12 في المتر لكن اذا تنتبه لشغله اذا انت بدك تشغل الحديد السفلي كشير فريكشن رينفورسمنت مش انا في عندي هون كان فاصل الصب اللي ما بين الجدار وما بين الاسلاب هون لازم الحديد السفلي هذا يعدي فاصل الصب بمقدار الالدي تمام وحتى الحديد الاكسترا لازم يعدي بمقدار الالدي حتى اربط الديفرام بالجدار عند فاصل الصب ويكون قادر على نقل الشير انتنسيتي طب هل الستة فاي اتناش هاي هي قيمة صحيحة ولا لا طبعا لسه الى الان قد تكون القيمة هذه غير صحيحة انتبه القيمة الان ممكن تكون اقل من المطلوب حتى احدد اذا القيمة هاي هي اقل من المطلوب ولا كافية لازم احسب حديد الكوليكتر طب شو علاقة الكوليكتر بهذا الكلام هساب نحكيه ذاكنين الكوليكتر كان فيه قيمة تنشن الف واربعة وثلاثين كيلو نيوتن طيب كم الحديد اللي بيقاوم التنشن في الكوليكتر بساوي الشد اللي انا حسبته مقسوما على الفي في الافييلد طبعا هون الافييلد ممكن تكون اربعمية وستين ما في مشكلة لانه هذا مش هي رفريك فير انفورسمنت هذا حديد شد لكن انا افترض انه كله اربعمية وعشرين فانه هون في الكوليكتر محتاج الفين وسبعمية وخمس وثلاثين ملي متر مربع يعني تقريبا عشرة فاي عشرين طب اذا انا عندي الجدار هذا سماكته خمسين سنتين واحنا حكينا سابقا انه افضل اشي يكون حديد الكوليكتر كله داخل سماكة الجدار طبعا انت اذا بدك تحدد هيك اشي لازم ترسم الحديد بما فيه بالفراغات وما فيه من الكفر حتى تشوف هالي سبيس اللي عندك كافر او لا صراحة هون بشكل مبدئي على ما يبدو انه من العشر اسياخ فقط عندي اربع اسياخ بقد طبعا انا اخترت خمسة توب وخمسة بوتوم علما انه لو فتحت الاسي اي كود حتلاقي الاسي اي كود راسهم جنب بعض لكن لو روحت انت على السي ار اس اي حتلاقي النص ها هذا النص موجود في السي ار اسي بوك كوليكتر بارز شال بي بليز الونج ذي اينر بورشين يعني داخل الحديد الرئيسي او الفلكتر الانفورس منت البلاطة ما بنفع يكون من برا لازم يكون كونفاين بلو ذا توب لاير اوور ابوف ذا توب او بوتوم لاير اوور اند يعني حط لك اند اور يعني بمعنى يا بتحطهم فوق يا بتحطهم تحت فوق وتحت فاحنا هنا في المشروع شو عملنا وزعنا اربع سياخ عشرين داخل الجوينت نفسها اللي ما بين السلابي والجدار وفي عندي ستة سياخ في الخارج طب ستة سياخ هل بقدر افردهم انا في اي مسافة هل ساشوف ككود امريكي ما اعطاك نص صليح لهذا لكن المراجع بتحكي انه في عندي انا بي افكتف يجب ان لا تتجاوز نصف عرض الجدار او نصف سوري نصف طول الجدار يعني اذا الجدار طوله اربع متر اذا هاي المسافة يجب ان تزيد عن اثنين متر بلص سماكة الجدار احنا هون ستين سانتي كافي تمام ستين سانتي كافي اني انا اوزع الحديد الكوليكتر طيب ايوة احنا افترضنا في الاول لما حسبنا هون الشير اللي هو ستة فاي اتناش كنت مفترض انا انه كل الحديد هذا موجود داخل الجوينت الان جزء منه في الداخل وجزء منه في الخارج فكيف اتعامل مع هاي القضية؟ هون بيطلع عندي اشي بنسميه احنا السي في والتي في والتي دي والسي دي طيب قبل ما نيجي لهاي النقطة الان الكوليكتر فيه تنشين وفيه جزء كومبريشن مش احنا حكينا هاي هون لو رجعنا لمخطط تابعه احنا الجزء اللي حسبناه الان الحديد هو جزء التنشين طبعا اكيد بيتعمم على الجهتين لانه بالنهاية اللود ريفيرسل طب الجزء الكومبريشن انا في عندي جزء من الكوليكتر عليه الف واربعة وثلاثين كيلو نيوتن كومبريشن هل اهملها يعني واحكي خلاص الخرص انا بتشيل الضغط لا ايش ممكن تعمل كالاتي؟ ممكن تشيل الشريحة هاي الشريحة اللي انت وزعت فيها حديد الكوليكتر تمام؟ هاي شريحة بحديد التسليح اللي فيها وتحسبينها الفاي بي نوت اللي هو قدرة هاي الشريحة على انها تتحمل اكسية اللود في الكومبريشن وطبعا الحديد التسليح موجود عندك والاريا جروس والحديد التسليح في الييلد بتقدر توجد الفاي بي نوت لو انت في سايز بك ديزاين كاتيجوري اي او بي او سي حتى تتأكد انه ما هيحصل عندك كسر في الخرصانة طيب هل الكوليكتر عليه اكسية الفورس بس ولا عليه مومنت؟ هو عليه مومنت طبعا لانه جزء من البلاطة فبهاي الحالة ممكن تاخذ الاكسية الفورس هاي وتضيف عليها المومنت اللي في الجرافيتي لود مش احنا حكينا الكود بيطلب منك انك تدرس على لود كومبينيشن لكن بصراحة شوي صعبة اه فممكن انت تاخذ يعني قيمة الريزونة بالليجرافي للمومنت اه على اه هاي الشريحة من الكوليكتر وتدخل الانتراتشن دياجرام عندك الكمبريشن وعندك المومنت من الجرافيتي لود وبتقدر تشوف هل انت داخل الانتراتشن دياجرام ولا لا وطبعا لو كان الكوليكتر اه بيتعرض لضغط او الجزء بتعرض انه لضغط فيه قريب فتح اه اه يعني يقع بالقرب من فتحة معينة في الاسلاب لازم تشيكه على الباكلينج وهذا الكلام حكينا عنه سابقا طيب لو انت في سايزميك ديزاين كاتيجوري دي دي لا الكود بيطلب منك ممكن تضع كونفايمنت يعني بمعنى بصير تسليح الكوليكتر كأنه كولومز مدفون داخل البلاطة علما انه في سايزميك ديزاين اي و بي و سي الكود الامريكي ايش بيعمل ما بيطلب منك تطبق بنود الكولومز كونه بيتعرض لكومبرشن لكن طبعا اذا كانت الضغط عليه عالي جدا ممكن تضع كونفايمنت وكأنه سترت مدفون داخل البلاطة لحتى تزيد انتل اكسي الكباسيتي الو الآن احنا حكينا انه في جزء من حديد تسليح خارج الكوليكتر خارج الجدار يعني بمعنى لو جينا هون احنا هذا مخطط السقف هذا الجدار اللي انا بتكلم عنه هذا الجدار انا فعليا هذا الجدار مثلا ممكن يكون فيه اربع سياخ فقط هاي طبعا الرسمة تقريبية فقط ممكن يكون في عندي هنا اربع سياخ وفي عندي ستة موجودين خارج الجدار فهذول الستة بيعملولي فورس شير فورس اضافية لازم انقلها لهذا الجدار عن طريق الشير فريكشن وهذا تكلمنا عنه سابقا طب كيف ممكن احسب انا الزيادة في الشير فريكشن احنا كنا حاسبينا ستة فاي اتناعش ممكن تزيد انا بحكي لك كيف حتحسبها مش احنا هون افترضنا انه في عندي تنشن على الكوليكتر الف واربعة وثلاثين طب انا مش عندي داخل الجدار عندي قدرت اني اضع فقط اربعة سياخ حديد فبالتالي اربعة تقسيم العدد الكلي عشرة بالتنشن الف واربعة وثلاثين كيرو نيوتن كأني انا بعطيك النسبة من التنشن فورس اللي حتنتقل بشكل مباشر للجدار وكذلك طبعا اربعة سياخ تقسيم العشرة التوتر الكلين مضروف في الكومبريشن فورس هاي عبارة عن الكومبريشن فورس اللي حتنتقل الى الجدار بشكل مباشر طب الفرق ما بين التنشن الكلية والتنشن اللي حتنتقل بشكل مباشر والكومبريشن كذلك والكومبريشن هتنتقل بشكل مباشر ايش بعطيني؟ بعطيني قيمة انا بسميها تي صب في والسي صب في هاي عبارة عن قيم التنشن والكومبريشن اللي حتنتقل بإكسنترست عن الجدار هيا هاي التي صب دي والسي صب دي هاي بتنتقل بشكل مباشر للجدار لكن التي في والسي في لأ حتنتقل بإكسنتريسيتي فبالتالي هيتعمل لي مشاكل الان احنا حسبنا التي صب في والسي صب في هون من خلال الريشي لحديد التسليح بناء عالدي تيلنج تمام طيب ذاكرين احنا لما حسبنا شير انتنسيتي طبعا الجدار ايش كان؟ كان الرياكشن للجدار مقسوما على طوله اعطاني 204 الان لازم اضيف عليه ايش؟ لازم اضيف عليه اللي هو التي صب في زائد السي صب في تقسيم طول الجدار طبعا هون في عنا خطأ الخطأ ايش هو اني انا هنا ايش حاطت 413.6 هذا مش 413.6 لانه انا مفروض اضيف التي صب في والسي صب في فهون عبارة عن 620 وهون عبارة عن 620 طيب خليني مشان ما احد يغلط فيها اذا 204 زائد 2 في 620 تقسيم 12 ايش الـ 12 هالعبارة عن طول الجدار انا شايفين TV والCV بدي اضيف لها حديد friction هون حتى انقلها في طول الجدار فانا بهمني توزيع هاي الشير فورس على الجدار نفسه طيب كم تطلع القيمة بطلع القيمة 307 خلينا نحكي مثلا 308 كيلو نيوتن على المتر طيب الشير فريكشن المطلوب الان هون معلش يا شباب 308 اذا 308 ضرب 1000 تقسيم 0.75 ضرب ليش واحد لانه انا شيكت عند البتم للاسلابة وحكينا في عندي فاصل ما بين الجدار وما بين الاسلاب اذا ضرب واحد ضرب 420 لانه شير فريكشن ما بقدر استخدم 460 طلع عندي كم 977 تقريبا حكينا نحكي 980 مليمتر مربع على كل متر علما انه القيمة السابقة اللي كنا حاسبينها كانت 650 650 طيب 980 لو انا بدي احط سيخ 12 مليمتر بيطلع تقريبا انا محتاج 9 9 السياخ 12 مليمتر يعني يا شباب بسبب انه انا عندي جزء من حديد التسليح موجود خارج الجدار فهذا بيعملي تنشن الشير اضافية هاي الشير انا نقلتها للجدار عن طريق شير فريكشن فالشير فريكشن بهاي الحالة ايش بيساوي الشير انتنسيتي اللي في الجدار زائد الشير انتنسيتي الناتج عن التي في والسي في لاحظ انا احط لك تي فيو سي في تقسيم ال ال دي بيو لكن لما اجينا هون حسبنا التي فيو سي فيو انا كنت معوض خطأ كنت معوض اربعمائة وثلاثة طائم فاصل ستة مفروض اعوض ستة مئة وعشرين طيب انا هون تسعة فاية اتناش طيب البلاطة اصلا مش كان فيها خمسة اذا هون مفروض انا يكون عندي اربعة يعني هون افترضت انا انه الشبكة السفلي شغالة معي كشير فريكشن ولازم تحقق الديفلومنت لينكز زي ما احنا ملاحظين وضيفة حديد اضافة شير فريكشن طبعا هذا الشير فريكشن لازم يحقق الديفلومنت لينكز برضو من هون داخل البلاطة يجب ان يعني بيدخل مسافة لا تتقل عن ال ال دي ويفضل تكون تنشن لاب سي بلايس اي سوري تنشن يعني اخذها وان بوين بوين تثري ال ال دي اتش بالاضافة الى ال ال دي اتش حقق الكيرف الريديس وعندك ال ال اكستنشن وعندك ايش ال 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 دي تمام فالديتيلينج مهم جدا فانا هون احتجت تسع سياق خمسة منهم موجودين في الشبكة السفلية واربعة كانوا حديد اضافي فملاحظين الزيادة اللي تمت يعني بالاول انا قبل ما اعمل ديتيلينج للحديد واشوف حديد الكوليكتر كان مطلوب من نسيق واحد لكن بسبب انه حديد الكوليكتر تم وضعه خارج الجدار صار عندي محتاج انا حديد اضافي لينقل الشير فورس الى هذا الجدار طبعا هل خلصنا لا طبعا لسه ما انا في عندي اكسنتريسيتي مش انا في عندي اكسنتريسيتي الان هون مش انا في عندي هون اكسنتريسيتي اللي هي السي في والتي في هذا هاي الاكسنتريسيتي يعني الجدار تمام ايش بتعمل لي بتعمل لي مومنت حاصل ضرب هاي الفورس بالاي بيعطيني مومنت المومنت هذا بيسبب لي تنشن وبيسبب لي كومبريشن فانا لازم احسب حديد التنشن هذا طب كيف ممكن احسب المومنت اكسنتريسيتي التيفي زائد السيفي في الاكسنتريسيتي هاي اللي حكينا عنها الان هون ناقص قدرة الديفرام هو الديفرام في حديد وبرضو له قدرة على مقاومة برضو المومنت اه هاي اعتبرها زيرو يعني تبيكون زير بتا فيعتبرها ايش اه اه زيرو اوكي طيب اه الاكسنتريسيتي كم بتساوي مش هذا عندي الجدار انا هذا الجدار كم كله عبارة عن اه خمسمائة ميلي كم اه نصفه ميتين وخمسين يعني كنا نبدو اخذ انا من السنتر لاين الو لسنتر لاين الكل كتر هون هاي المسافة اللي انا الان اه بنظر الها السنتر لاين الكل كتر كان ثلاثمية وهون كان ميتين وخمسين نص الجدار فاعطاني كم المسافة الكليا خمسمائة وخمسين اذا الخمسمائة وخمسين هاي طبعا هون حتى هون الام اي الام اي هون احنا برضو ايش شوي شباب هاي عبارة عن ستمية وعشرين وهاي عبارة عن ستمية وعشرين انتبهوا لان انا كنت معوض القيم مش صحيحة اه ستمية وعشرين مع العلم انا ما بدي اضيع الوقت بصراحة واحنا بنحسب بس انا حبيت تكون الفكرة واضحة انا هون في عندي مومنت ناتج عن السي في والتي في مقداره ستمية واثنين وثمانين كيرو نيوتن في متر تمام فبالتالي الاريا اوف ستيل ايش بتساوي الاريا اوف ستيل هي عبارة عن المومنت اللي وهذا اللي حكينا عنا الان ستمية واثنين وثمانين مضروبة في الالف اللي هي المومنت اللي هون اللي ناتج عن هاي القيمة مقسوما على البيانت ناين في طول الزراع يعني كان انا بوجد الدي مقسوما على البيانت ناين في الاربعمية وعشرين طيب نحسبها بشكل سريع استمية واثنين وثمانين في الف تقسيم اه بوينت ناين في طول الجدار اتناشر متر يعني كان انا بأخذت المسافة الدي دي ما بين التي والكومبريشن تنشن والكومبريشن اه مقسوم على البوينت ناين فيه بتقدر توخل اربعة مئة وستين لكنهم افترضنا اربعة مئة وعشرين طلع انا محتاج منه ايش كم اه مية وثمانية وخمسين ملي متر اه مربع تمام لو انا بدي استخدم حديد اه اتناشر ملي تقريبا بيطلع عندي انا محتاج تو بار هون هاي عبارة عن تو بار شل بي بروفايدد يعني بمعنى غير حديد الشير فريكشن شوي انا هون ضفت حديد الكوليكتر وهذا بعبارة عن الشير فريكشن وحكينا السفلي برضو شغال كالشير فريكشن لأ برضو بضيف حديد سيخين عندي هون اتناش وسيخين اتناش ليقاوموا الزراع او سوري التنشن والكمبرشن الناتج عن المومنت الناتج عن الاكسنتريسيتي يعني بمعنى انا برضو هون ايش هعمل هروح طالع من الجدار هذا في بدايته حاطت عندي انا حديد بهذا الشكل ولازم يكون ديفلوبد داخل الجدار تمام في بدايته ولازم يكون ايش برضو في نهايته تمام علما ان القيم اللي موجوده ممكن يشير الحديد الاساسي اصلا تبع البراطة او الحديد الاضافي اذا كان في عندي حديد اضافي هون لكن هسا انا بحكي ليش انا ضيفت هذا الحديد لانه في نص صريح في الكود الامريكي بحكي لك انه حديد الديفرام اه هو حديد اضافي اه ما لم يكن شرينكيج عن تمبرتش الرينفورسمنت طيب لاحظت هذا البند اتناش ستة ثلاث بحكي لك انه الرينفورسمنت اه ديزاين تو رزيست ديفرام ان بلان فورسز شل بي ان ادشن تو رينفورسمنت ديزاين اه تو رزيست اذر لود افكتس ما عدا اه الرينفورسمنت ديزاين تو رزيست شرينكيج عن تمبرتش الرلود افكتس شل بي برميتد اه تو اولسو رزيست ديفرام ان بلان فورسز يعني حديد التمبرتشر والشرينكيج بتقدر تستخدمه على طول كديفرام لكن الحديد ديفرام الثاني هذا كله حديد اضافي مش هيك انا عمالي بضيفه للحديد الاساسي تبع البلاطة زي ما حكينا هون انت في حالة الكوليكتر اللي بيتعرض لكمبرشن لانو تنشنو كومبرشن في سايزمك ديزاين كتيجوري او بيو سي حكينا انه انت بتشيك على معادلة الفاي بي نوت اذا انت بتاخذ الانتر اكتشن افكت بتاخذ الانتر اكتشن دياجرام الكود طبعا اه في هذا الشابتر مش طالب منك تسلح الكوليكتر كأنه عمود مخفي لكن اذا كان في عندك انت فتحة قريبة اه ممكن تضع انت ترانسفيرزين فورسمنت ككونفايمنت وتشيك الباكلينك او اذا كان في عندك اكسي الفورس عالي جدا وانت بدك تزيد الكباسيتي الها في الكومبرشن طبعا هاي الصورة موجودة في تشابتر ايتين تويلف اللي هو اديشن الركوارمنت سلاسيزمك ديزاين كاتيجوري دي وطبعا في هذا التشابتر اذا انت كنت في سايزمك ديزاين كاتيجوري دي في عندك ماكسيمم اه كومبرشن في الكوليكتر نفسه لازم تحسبها طب الان ليش احنا احنا كان موصلنا تساعة وثلاثين اوكي ليش احنا يفضل انه اذا كان عندك بيزمنت لو افترضنا انه انا عندي هذا بيزمنت تمام هذا بيزمنت وعندي هذا بيزمنت احنا بنختار عادة الاستيفنس الو بي بوينت ثري فايف تمام الان بدك تارف انه كل ما زودت الاستيفنس للجدران الخارجية للجدران الخارجية كل ما هتسحب فورس من الشير والز تمام وتقلل على الشير والز الشير فورس في مستواها لكن هذا الاشي له ترتيبات شايفين هاي المسافة اللي موجودة في الجري هاي عبارة عن الكوليكتر انت بهاي الحال بتفترض اذا زودت جسادة الجدار انه الكوليكتر هذا نقل فورسز مهولة جدا من الجدار الى الجدران الخارجية وبالتالي لما بدك تصمم الكوليكتر لازم تكون دقيق يعني انت اوكي بتزيد الاستيفنس للبيزمنت وال بيسحب فورس اضافية لكن بهاي الحال انت عندك الفورسز الانبلين اللي داخل البلاطة نفسها كبير جدا وطبعا بهاي الحالة اذا حصلت فيها اي مشكلة انت بتكون عملت دامج في المنشأ كبير جدا لانه انت مفترض انه علاقة الديفرام بالبيزمنت وال الخارجية هي طيب فبالتالي انا بشوف انه رزقنا بتكون الفورسز على الكوليكتر بتكون منطقية وبرضو بتكون الاستيفنس اللي حتنتج للجدران برضو منطقية امر ثاني اذا انت افترضت انه الجدران البازمنت مثلا بوينت سيفن خلينا نحكي اذا بهاي الحالة لما بدك تصمم الجدار ما بتصممه فقط ما بتصممه فقط على البرشر اللي جاي مثلا من السويلة ومن الووتر لا انت في عندك كمان برشر من السايزميك ما انت مفترض انه هو شايل في الانبلين والاوتو في بلين سايزميك فورسز هتحكي لي انها انها الفورسز مش مؤثرة مؤثرة مش مؤثرة لازم تاخذها انت بعين الاعتبار لما بدك تصمم الجدار ايه وطبعا بدك تعرف انه زيادة الاستيفنس للجدران حيسحب شير فورس من من الستركتر الوولز فحتلاقي انه الشير فورس اللي موجود على العناصر الرأسية قليلة ايه وطبعا هذا كله ياته عبارة عن ضغط اضافي على الديفرام او البوديوم السلاب اذا حكينا البيزمنت والشال بي ديزاين الصيبات او بي ديزانة وطبعا لازم تاخذ البيزمنت والمثال طيب الان بردو احد الاسل اللي بتخطر اكيد الان ذاكرين في المحاضرة السابقة حكينا لما بتاخذ سكشن كت يعني شيل الجدار اعمله انتك او انشيك تمام كيف يعني حسن لو انا عندي هاي البلاطة هاي البلاطة وهاي البلاطة الثنتين تيبكل شو بيختلفهم من انا هو انضفت جدار وهو انضفت جدار وطبقت في الثنتين لود اعتبره رياحة الف كيلو نيوتن على المتر الطولي الان لو اعتبرت هاي انا عبارة عن سيمبلي سابورتد سيمبلي سابورتد بيم خيري نحكي هون تمام سيمبلي سابورتد بيم هاي انا في عندي هون ايش عزم العزم ها طبعا احنا بنوجده احنا بنسميه الام زد واللي احنا بنوجد منه حديد الكل الكورتز اللي حكينا تنشن وكمبرشن في اطراف البلاطة تمام طيب الطون هون كان خمسة عشر متر ايو خمسة 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 طب لو انا طبقت اه المومنت او قانون المومنت لسيمبلي سابورتد بيطلع عندي المومنت كم ثمانية وعشرين الف ومية وخمسة وعشرين طيب انا هاي البلاطة خلينا ارو على الاتاب ايها هاي البلاطة طبعا اللي بحكي عنها انا ايه الله بصوص محمد خليني ااخد درو اشوف كم حيطلع هلا حيطلع قيمة المومنت زي ما احنا متوقعين ولا لا تمام طبعا هون خليني احكي اه هون تسعين طب احنا قداش كنا حاسبينها ثمانية وعشرين الف ومية وخمسة وعشرين هون ثمانية وعشرين الف ومية واثنين وعشرين طبعا هون انا نفرقع فكرة اني انا مش ماخذ السكشن في النص بالضبط اعتقد في نصف زيادة او بالناقص مش مشكلة لكن بمعنى انه القيمة اللي طلعت معاي هون مومنت على الزد اللي هي بطلع منها الكورت فورسز هي اكزاكتي نفس اللي انا حاسبها طب نفس البلاطة هاي لما ضفت لها جدار هون نشوف ايش اللي صار خلييني اخذ السكشن كت طبعا هون انا حكدر اجيبها من نص بسهولة ليش لانه انا عندي هون البلاطة الخمستاش فها هتكون سبعة ونص وهي عبارة عن سبعة ونص وهي عبارة عن سبعة ونص وهي المفروض برضو سبعة ونص لانها في النص برضو وهي عبارة عن تسعين هنيك زبطت الايش مكان السكشن كت كم اعطاني واحد وثلاثين الف وثمانية وعشرين انا هون مدخل شايفين هذا في عندي جدار فوق جدار تحت لو شلت الجدار كم صارت تقريبا حوالي تقريبا واحد وعشرين الف او عشرين الف وتسعمية وخمسين يعني هون انا شو عملت لما كان الجدار موجود اعطاني واحد وثلاثين الف ومئتين وتسعمية لما الجدار اتشال نزل لواحد وعشرين الف تمام هي واحد وعشرين الف القيمة لكن انا مش ماخذ السكشن يمكن في مكانه في الماكسيمون فاليو المهم طيب الان لو حسبت التنشن بنان يعني انا خلاص افترض ان انا بتحسب الكورد فورس بنان على المومنت عزد مش انا بقسمها على طول اللي هي كنا نقسمها على بوينت ناين او بوينت ناين فايف طول الديفرام اللي طول الزراع بعطيني التنشن انا هون خلينا افترض اقسمها على الطول الكلي خمستاش بشكل تقريبي اعطاني تنشن 1875 هاي لو الجدار داخل معي طب لو الجدار انا مش داخل معي كما اعطاني 1406 يعني قلت طب لو اخدت الفرق بينهم انا في عندي 469 كينو نيوتن تنشن مش موجودات يعني بمعنى او وين راحوا يعني لما بحط الجدار القيمة بتزيد لما بشير الجدار القيمة بتقل طب المفروض انها نظريا اذا انت بدك تقارب يعني لما بتصمم الديفرام اذا بدك تقارب مع الحل اليدوي اشطب الجدران اللي في الاتجاه الاخر يعني اللي مفروض احنا مثلا C Aww, N, N massa مفروض اجعل الجدار هذا انا واشطبه وهذا الجدار اشطبه وهذا الجدار برضو اشطبه لما بدروس الوي طبعا هذا الجدار اشطبه طبعا باي الحال حتى هذا الجدار اللي في الداخل طبعا هذا الحلıyorsun لانا كنت بتفترض فقط انه الجدران المقاومة للفورس اللي هو البارل اللي الفورس هي اللي بتساهم معك في الرياكشن اللي في الديافرام طب شو اللي بيحصل عندي هون فعليا فعليا انا في عندي فرق تنشن حكيت تقريبا 469 لو احنا رحنا على القواعد على البيز واستعرضت قيمة الرياكشن نتيجة الويند اللي انا نطبقها احسا انا بطبق فورس نحو الاعلى فاحنا نحو الاعلى اكيد فوق في عندي بوزيتف مومنت فبالتالي تنشن في الاعلى والكمبرشن في الاسفل لاحظ الجدار الجدار فيه يقوء بالرغم اني انا مطبق الفورس للأعلى فقط ما عندي فورس في اتجاه اخر لكن هو معطيني في الاتجاه البربنديكولر رياكشن هون معطيني تنشن وهون معطيني كومبرشن طب هذول التنشن لو انا جمعتهم كم يعطيني لو انا جمعت التنشن فورسز للرياكشن كم يعطيني 466 يعني تقريبا الفرق اللي عندي وين تسحب تسحب من الجدران يعني بمعنى انت لما بتشيل التك لما بتاخذ سيكشن كت نرجع لسيكشن كت لانه هاي المعلومة الصراحة مهمة وممكن تفرق معاك في التصميم دروسز لسيكشن كت دروسز لانه هاتجل بشكل تقريبي ما هاتجل في التفاصيل طيب لما بتخلي التك انت شو بتاخل بتاخذ الفورس اللي في الجدران نفسها كمانوبتعملها في نفس سيكشن كت وبتضيفها كفورس موجودة في النفسه طيب لو انا شلت التك انا صار في عندي تقريبا 21000 وفي عندي فرقية يعني بمعنى كأني بحكي انه الجدران هاي بتوخذ الفرق تبع التنشن اللي في الكورد فورسز وبالتالي الحديد الافقي اللي في الجدران هاي لازم يكون قادر على انه يشيل الفرق هذا في الفورس المفروض انه يكون قادر مشان هيك احنا لما سألنا ال CSI عن طريق مونس محمد بصراحة ما قصر ايش ايش كان مكتوب هاي طبعا عن طريق مهندس سليمان you do not need to include walls in the section cut since you are analyzing the from court forces يعني انت لما بتعمل section cut وكان مارر بي كولومز او جدران لا انت مش المفروض تدخلهم معاك علما لو فتحت مرجع ال CSI وفي بعض المراجع حتى الفيديو اللي منازلينه جماعة CSI على ال section cut هما مدخلين دائما ال walls والكولومز لكن احنا تم ارسال ايميلين الى CSI وثبتوا المعلومة هذا الاميل الثاني انه from your description of the problem I do not think so thus you will not you sorry you will need to uncheck them for getting diaphragm force يعني اذا كان عندك section cut بمر بي كولومز لازم تعمل لهم uncheck لتوخذ diaphragm force لكن اذا كنتبه الفرقية وان راحت راحت في الجدران نفسها مشان هيك ايش مكتوب هون في باقي الايميل انه diaphragm cord forces in basements طبعا هاي المشكلة بتزداد اكثر في الباسمنت لو انت عمل tick و untick بتفرق كثير كثير في الفورسز diaphragm cord forces in basements find their load path into foundation walls and can be typically taken by the wall horizontal bars يعني الحديد الافق اللي في الجدار هو اللي هيشير الفرقية في الكورد بورسز وطبعا زي ما حكيت لك انت اذا بهاي الحالة اللي احنا شرحناها اليوم عملت التك انت بتكون يعني تقريبا احنا كنا حاسبينها نظريا 28000 لما دخلنا الجدار تقريبا 31 يعني بمعنى كانت اقرب للحل المانيول لكن لا ك-csi هما بيسمحوا انك انت تشير تأثير الكولوم والوولز لما انت بتدرس الكورد في الديفرام بس انا حابيت اوضح انه الفرقية وين راحت وكيف يعني كان عندي الجدارين الجانبيات كيف ساهموا في مقاومة بعض التنشن والكمبرشن الناتج عن الدريلينج مومنت طيب اخر فكرة لليوم معلش تأخرنا شوي يعني اليوم على فكرة احنا ما بدأنا في الموضوع الجديد احنا فقط اجبنا على السفسرات اللي انا وضعتها على المحتوى السابق الان في بعض المنصيب بحكيلك انه انا لو عندي مبنى هذا النفس مشروع طبعا نكون نشرح عليه وكان في عندي بيسمانت ففي عندك بند في الكود الامريكي الاسسي اي انه اذا كان في عندك ترانسفير فورس يعني مثلا هاي البلاطة اللي هي البلاطة اللي بتربط ما بين المبنى العلوي وطبعا هنا في عندي بيسمانت وال بيسمانت وال وفي عندي بيسمانت وال فهاي البلاطة بتتعرض لترانسفير فورس فالكود بيحكي لك لازم تصممها على الاف بي اكس بالاضافة الى الفورس اللي من الجزء العلوي من المبنى يعني خليني احكي اوضحها طبعا هذا الفايل برضو شباب موجود ضمن الملفات شوف هذا المبنى هذا المبنى عندي مثلا افترضنا في عندي لود بهذا الشكل لاحظ هو بيضغط على الديفرام هاي الفورس احنا ايش بنسمي بنسميها بنسميها ترانسفير فورس فالكود بيطلب منك تصمم على ترانسفير فورس بالاضافة الى بالاضافة الى الانيرشيال فورس ايه لو رحنا على تشابتر لو رجعنا للكود ايه تولف عشرة واحد ايش مكتوب هون دفرامس شل شل بي ديزاين فور انيرشيال فورس ديترمن فرام اكويجن تناش عشرة واحد سلوة تناش عشرة ثلاثة اللي الاف بي اكس اه اند فور ابليكابل ترانسفير فورس رزيستي باي ديفرام بتوين ديفرام فورس رزيستي يعني لازم تجمعهم الاثنين مع بعض طب الان كيف احنا ممكن نطبق هذا في الاتاب الطريقة اللي هحكيها الان حتى يمكن تطبيقها لما بتصمم الديفرامات نفسها ذاكرين احنا زمان لما صممنا الديفرامات حسبنا الاف بي اكس لكل الطابق وطبقناها في يوزر ديفاين واحد هسا فيه ابروتش اخر اللي لأ انا في كل حال التحميل بطبق حالة الزلزال الاساسية اللي هي باتجاه اكس او باتجاه الواي بالاضافة الى الاف بي اكس فقط عند دور معين هسا هاي الحركة مفيدة جدا متى لما انا بصمم الدور تبع البوديوم السلاب لانه هذا الدور بده الاف بي اكس بالاضافة الى اللود الناتج من الباكستي افكت احنا بنسميه اللي هو اللود الناتج عن العناصر اللي تقى اعلى هذا المنسوب طيب انا شو ممكن اسوي هس طبعا لما بدك تدرس هاي الحالات لازم تدرس مرة اكسدنتل تورشن خمسة في المية ومرة مينس خمسة في المية يعني كل حالة هتعمل لك ثلاث حالات ومرة زيرو طيب قبل ما ابتدي كيف طريقة التعامل مع هذا الكلام في الاتاب اه كانت اللي حاكمتني هي ال FBX minimum هذا قانون ال FBX minimum اللي موجود في الكود الامريكي واللي كان 0.2 في ال SDS كانت 0.44 فبيعطيني 0.088 مضروف في ال WBX وحكينا WBX ممكن اخذها هي نفس الستوري seismic ويت هذا الفاكتور انا بهمني هس هنحكي وان هنستخدمه طيب اول اشي انا شو عملت رحت عامل load pattern واستخدمت load pattern user define نوعها وروحت وضع فيها load اللي حسبه ال ETAB لاتجاه Y لكن الفورس اللي مش انا بدي اصمم ال podium انا دخلته ب 0 هاي دخلته ب 0 ليش لان انا بتضيفها بشكل منفصل انا بتضيفها بشكل منفصل انا بتحسب ال FBX بشكل منفصل يعني بمعنى انا رحت على load pattern انا هون في عندي EY طبعا نوحة ايش user define user load user load تمام وهاي القيم من وان جبت انا ال ETAB انا كنت معرف حال باتجاه Y وال ETAB حسب ليها فانا اخدتم كوب وعملتم باست هون لكن انا طبعا لو مثلا لو transfer level كان هون عند هذا level هذا بدخله بZERO لكن احنا هون عندنا كان الدور الاول حسب الصورة اللي كنا عرضناها هو الدور الاول هذا الدور فانا هون دخلت بZERO طيب بعدين اعرفت load pattern ثانية بس نوعها ايش مش user load user coefficient طبعا في الاولى اللي هون انا طبقتها في center of mass وكنت مطبق 5% accidental torsion برضو في الثانية اللي هي ال FBY الان اللي هي طبعا هي FBY مش FBX FBY هاي الFBY كيف ممكن احسبها احنا كنا حاسبين ها سابقة حوالي 3000 تقريبا عن طريق user coefficient وهذا ايش الفاكتور هذا الفاكتور اللي حسبنا من شوي اللي حكيت لك انا كان عندي المينيموم فالان ال 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 طبعا هون لما بدخل ال story مثلا انا افترضنا انه ال 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 الاول كان في story رقم 4 فهون هدخل 4 وهون 3 يعني فقط انا هون معني في لازمك wait للدور الاول ويعطيك ال f b x على طول تمام وطبعا هون انا مطبق 5% وهنا حطيت 5% ليش لانه انا كنت في الحال الاولى كنت مطبق برضو 5% فبدي يكون الاثنين في نفس طبعا لازم ادرس كل السيناريو انت مرة 0 minus 5% وبرضو تاخد في اتجاه انا مسميها ايش transfer force طبعا هون في المشروع اللي عندها ما عندي transfer force بادويل لانه ما عندي basement لكن انا بحكي لك الالية ضفت فيها ايش ال ey طبعا لو ذاكرين بتحتوي كل ال lateral forces مع عدد دور اللي المعني وال f b y اصلا انا كنت حاسبها لوحدها تمام فالمفروض لما انت حتشوف بعض المراجع شو حاطيك بيروح انت على f b y hi هون بيروح ضرب لك ايها في omega two point five بحكي لك ما هي transfer force هسا بصراحة النص اللي التضحلي انا اللي موجود في الكود انت ال transfer force بتضربها اذا كان في عندك type four irregularity يعني offset يعني مش راكبة على بعض لكن بصراحة انا شفت بعض ال presentations بدي حكي ما بيحكي بعض المراجع presentations لا هو بيدرب transfer force اللي من الطابق العلوية كلها في omega بصراحة انا ما شفت مرجع بيدعم هذا الكلام الا اذا كان عندك irregularity type four طيب طبعا اكيد يعني بعد ما تعمل load combination هاي لازم بتأكد انت تحس بتأك صحيحة ولا لا لو رحنا احنا على انا عامل run او عامل run اوكي اه لو رحت على اه شو اوتو دي فرام انا بدي الفورس اللي هي هاي الاف بي واي لاحظ الاف بي واي مطبق لك الاتاب فورس واحد كم قيمتها الفين وتسعمية وثلاث واربع احنا زمان كنا حاسبين ها تقريبا ثلاث تلاف فمعنته الاتاب حسبها بطريقة صحيحة الاتاب حسبها بطريقة اه صحيحة طيب ال اي واي اكوفيلانت لاترال فورس طبق لاترال فورس في كل الطوابق لكن الستوري وان شالو هو اصلا بزيرو مش موجود ليش لانه هو مضيوف في الاف بي اكس بهاي لحظة انت الدور اللي حت حت تصممه هذا اللي هو دور البيديوم اللي مرتبط في البيزمنت حيوخد تأثير ال باكستي اه افكت اه طبعا هذا الكلام ممكن تقرؤ عنه بزيادة في هذا الابريزنتيشن اخوان شو عمل لما عرف لما ايجي بدي صمم الديفرام اه نفس الخطوات اللي احنا عملناها ان شاء الله نحصلها هون مثلا اقضت ستوري 23 وضاف عليه الاف اكس من حالة الاكوفلان لاترال فورس هون الدور الثمنتاش بلص الاف اكس يعني هو كان يطبق الاف بي اكس عن المنصوب معين مش زي ما عمل نحنا اول مرة طبق نعم كلهم مع بعض انا باعتقاد الشخصي ما حيفرق كثير بصراحة لكن انا اللي هي don't take transfer force from fbx load combination احنا في الاول كنا حطين الاف بي اكس كلهم في load combination واحدة انا مسميها داي from forces خلينا استعرضها مشا نحكي لك ليش انت ما تأخذ ال podium forces او transfer forces من هاي load case هاي load case انا باستخدمها فقط اذا كان ادوار بهذا الشكل وما في عندي انا transfer levels اذا عندك transfer levels هتستخدم هاي الطريقة اللي انا شرحتها اليوم لل podium level شوف انا هون شو عاملين احنا كنا كنا مطبقين الاف بي اكس في كل الطوابق مع بعض بع maximum value فبالتالي انت لو عندك transfer level حياطي قيم كبيرة جدا 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 ليش لانه سابقا وضحنا انه الفورسز اللي محسوبة شافينا هذا الخط الاحمر هاي يبار عن design fbx فهي اعلى بكثير من القيم لترانسفير forces اللي انا محتاجها من equivalent lateral force سواء باتجاه اكس او باتجاه الواي انا يمكن اليوم اطلت عليكم بس اتمنى تكون محاضرة مفيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته